أمي هل تحكين لي قصة الأرنب والسلحفا؟ حسنا يا ابنتي سأحكيها لك ولكن أنصتي إليها جيدا لأنني سوف أسألك ماذا استفدتي من هذه القصة؟ كان يا مكان في قديم الزمان في غابة خضراء جميلة كان هناك أرنب مغرور يتجول ويمرح بالغابة شاهد سلحفا تنشي ببطء شديد فسخر منها وضحك عليها بصوت عال ها 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 ستصلين إلى وجهتك فجل يوم غد ها 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 فردت عليه السلحفا بكل هدوء قائلة في التأني السلامة وفي العجلة الندامة فاختاض الأرنب من جواب السلحفا فتحداها قائلا أتحداك بسباق حتى الشجرة الكبيرة فوافقت السلحفا وعند إشارة الإنطلاق ركض الأرنب كالسهم بينما السلحفات تقدمت ببطء وفي وسط الطريق لاحظ الأرنب أن السلحفا فقرر أن يرتاح تحت ظل شجرة حتى تصل ولكنه غط في نوم عميق فسبقته السلحفات إلى خط النهاية وفازت عليه في السباق بفضل مثابرتها وعدم استسلامها وخسر الأرنب بسبب غروره وتعاليه على بقية الحيوانات هيا يا ابنتي أخبريني ماذا استفدت من هذه القصة تعلمت أن الغرور يؤدي دوما لفشل صاحبه وأن المهارة والموهبة لا يكفياني للنجاح بل يجب أن يصحبهم العمل والاجتهاد ولا نيأس من هدفنا مهما كان صعبا وأن التكاسل مدمر لصاحبه ولا نتوقف عن وصولنا لهدفنا مهما كنت قويا وسريعا وماهرا فيما تعمله إذا لم تكن منضبطا ستخسر حتما وأنه حتى لو كانت مهارتك بسيطة الاستمرار والمتابعة كل يوم يحملك إلى طريق النجاح الأرنب رغم سرعته خسر لأنه لم يكن منضبطا أما السلح فات فقد واصلت السير حتى فازت بالسباق اشتركوا في القناة